مقصد رفع الطبقية رفع الطبقية بين الناس ليبين الله سبحانه وتعالى لنا في النهاية كلكم لآدم وآدم من تراب الدنيا طبقات هناك الرئيس هناك المرؤوس هناك العالم وهناك غير المتعلم هناك الملك وهناك الرعية هناك الضابط وهناك الجندي وهناك عوام الناس وهناك وهناك هذه الطبقات من الناس لها مميزات دنيوية تظهر عليهم واضحة فالملك يعرف بالتاج والعالم عالم الدين مثلا يعرف بالعمامة الطبيب يعرف بملابس خاصة وبأجهزة خاصة يحملوها معه الضابط يعرف بالرتبة التي يضعها على كتفه وهكذا سائر الناس في الحج يقول الله سبحانه وتعالى أنا الملك أين الملوك أنتم وفدي وأنتم ضيوفي فلا ملك في حضرة الملوك ولا عالم في حضرة العليم ولا قائد في حضرة السلطان الأعظم سبحانه وتعالى لذلك منع من شيء يغطي الرأس فلا ملك يلبس تاج ولا عالم يلبس عمامة ولا أي شيء يضع على رأسه ما يميزه وكذلك في الملابس أين الغني الذي له تقوم من الملابس وأين الفقير الذي لا يملك إلا الثوب والثوبين أين صاحب الملابس الجديدة وأين صاحب الملابس القديمة المتهرئة أين ما يميز الضابط من الرتبة وهذا العالم المفكر بزيه الذي يعرف به وأين الفقير الذي لا يجد إلا قطعة وقطعتين يستر به مع عورته كلهم يلبسون زيا واحدا لذلك منعت الشريعة الإسلامية لباس المخيط في الحج بالنسبة للرجال كلهم يلبسون قطعتين فهي أولا رسالة رفع الطبقية وثانيا رسالة الكفن اعلم بأنك مهما حزت المناصب ومهما ارتقيت في العلوم ومهما ملكت ما ملكت من أموال في النهاية لن تأخذ إلا هذه القطع البيضاء ذلك هو نصيبك من الدنيا لذلك لما نزل قوله تعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا سئل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن تفسير هذه الآية فقال نصيبك من الدنيا المقصود به في هذه الآية الكفن أي ولا تنسى الكفن لأنه نصيبك الوحيد من الدنيا فهو مقصد عظيم لتربية النفوس وتهذيبها على عدم التكبر والترفع في النهاية أنت وذاك يعني لا تنظر إلى لباسك اليوم إلى ترفك إلى غناءك إلى غناءك إلى رتبتك إلى تاجك في النهاية أنت وهذا ستلبسون لباسا واحدا فهي رسالة رفع الطبقية إنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم العبرة والمقياس في النهاية ليست الملابس إنما التقوى طيب فهذه رسالة جليلة عظيمة القدر وأين الذين يتبجحون اليوم بمسألة قوانين المساواة قوانين رفع العنصرية قوانين رفع الطبقية قوانين رفع القومية وما أشبه ذلك من القوانين التي يتبجحون بها ولا أتعدو كونها حبرا على ورق نحن تطبيق لهذه القوانين عندنا في ديننا الحج تطبيق إجباري لا يقبل دين المرء إلا بهذا التطبيق هل يقبل دين إنسان أو حج إنسان هل يقبل إذا لم يطبق هذا لن يقبل فهذه مقاصد عظيمة من مقاصد الحج وهذا أول هو